انا احبك ايه ؟ انت اغلى حاجة عندي في الدنيا كلها هي ايه دي ؟ انت تجننت يا رادو لا انا ما تجننتش دي احلى و اغلى حاجة عندي في الدنيا ايه هي دي ؟ الجرانولا الجرانولا دي احلى و اجمل اختراع ممكن واحد ممكن يكله في حياته ويفطر بيه و يبدأ بيه يومه كل مفتاحه يطلع راحة جوزهند تجنن بصراحه ايه الجرانولا احساس انت لعنا بها السماء قوي دي ؟ الجرانولا دي الشوفان طبعا احنا بناكل شوفان اه طبعا في مليون الف طريقة لاكل الشوفان بس الطريقة دي من احلى و اجمل الطرق اللي انا جرعتها في حياتي لاني بتدين طبعا احساس بالشبع لفترة كبيرة قوي و غير كده كمان بمليانة عناصر و فوايد جمدة جدا 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 جواه جواه مع شوفان و فاكهة مجففة وزهند وزداتون حاجات بقى و عسل يعني منتهى الطاقة و منتهى الحيوية و منتهى الشبع كمان دي اهم حاجة السوق طبعا مليان انواع كثيرة من الجرانولا تظهر قدامك دولات كلها على الشاشة انواع كثيرة جدا و اكتشفت اسعار يعني فضيعة 300 جرام اقل حاجة بستين جنيه و خده بقى عند الستين لخمسة وسبعين لخمسة وتسعين لمية و حاجة طب ليه يعني مش فهمة ايه اللي انتوا بتعبنوه زيادة موشفان بلاس الحاجات اللي بتحطوها معي طب ما احنا عندنا شوفان و الحاجات اللي بقى عندنا من رمضان قدر نعمل بها احلى و اجمل جرانولة في الدنيا و طازة و فرش و مقرمشة جدا 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 سمعوا؟ بصوا مزيكة شرغ كتير يلا بينا على المقدير هوريكوا عملتها ازاي اول حاجة معايا هنزل دلوقتي كل المقدير على الشاشة عشان نبدأ كده على رواقه و يبقى ناخدها سكرين شوت تمام خلاص خدتوها سكرين شوت هنبدأ بقى عندنا المقدير اهو ده حوالي ثلاث كبيات شوفان حبة كاملة تجيبوا حبة كاملة مش اللي هو الابيض سريد تحضير عشان يستحمل الفرن و ما يتكسرش مننا ولا يجراله اي حاجة و معايا هنا يعني مكسرات ده عين جمل و لوز طبعا نايين مش محمصين مقدر اللي تحبوه دول انا عوق ده يعني من كل حاجة حوالي معلقتين صغيرين و عندنا هنا فواكه مجففة طبعا دي حاجة تبقى معايا من رمضان عندي هنا زبيب وهنا اراسيا و مش مشية ممكن تصدموا زبيب بس ده او ده اللي انتوا عاوزينه اللي موجود حطوه طبعا ده بيعلم القيمة بتاعت الجرانولا و في نفس الوقت بيخلينا نستفاد من الفيتامينز والحاجات اللي موجودة جوه الفاكهة تلت كباية جز هند مبشور عاوزين تحطوها اوكي مش عاوزين مبش اي مشكلة بس طبعا ده بيزود جدا من قيمة الغازائية بتاعت الجرانولا و في نفس الوقت بيدي تعمل حلو قوي قوي للجرانولا في ناس ما بتحبش جوز هند زي ما انتوا عاوزينه ممكن تشبه و طبعا معايا عسل عسل نحل لازم يكون عسل نحل تمام وهنا دول حوالي معلقتين كبار زيت الافضل نستخدم زيت جوز هند بس انا عم عندي زيت جوز هند دلوقتي فهستخدم زيت الزتون ممكن استخدمه زيت طبعا الشمس زي ما انتوا عاوزين الزيت اللي موجود و معايا بقى الحاجات اللي هستخدمها او هحطها ممكن مستغنى عنها برضو بس تبتدي flavors وبتدي طبعا بتعلم القيمة جدا و في ناس الوقت بقولوكو بتبدي احساس بالشبع جامد او عندي هنا معلقة معلقة شية يعني صغيرة بس مليانة و في نفس الوقت كمان واحدة بزر كتان معلقة بزر كتان وهنا حوالي نص معلقة ارفة بتعلي طبعا معايا الحرق وبتزبط سكر الدم وهنا معلقتين صغيرين سكر دايت ممكن استغنى عنهم براحتكم مشكلة في ناس ممكن تستبدله بسكر بني بس انا مش بحب كده مش عايز اعلل السعرات و ممكن الناس بتستفيد بالعسد بس اللي موجود في الوصفة زي ما تحبوا هنشده داشة هنعملها زي ما بعدين اول حاجة بقى هنعملها ان شاء الله هنجيب الزيت اللي عندي حطه ممكن تستبدله بزيت جوز هند يا ريت يبقى افضل بكتير بس اللي متاح ما نوقفش الدونة يعني عشان خطر زيته كده وبعدين هنحط حوالي معلقتين آآ كبار آآ عسل نحل كاي اهو ممكن نستبدله بديستمب لا ما حبش حاجة زي كده عشان احنا مش عاوزينها تبقى غمقه هي قريدي الشوفانوة بتحط في الفر آآ 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 يعني هيتحمص فهي غمق الوحدة مش عاوزينه غامق قوي يعني فاهمين قصدي اوكي ادي معلقتين العسل يا انا مش واخده معلقتين مليانين قوي بس برجو ايه بيدو طعم حلو بخلي الجرانولة تحمص كده وتبقى تمام يعني هنين قصدي هقلب العسل مع مع الزيت آآ ينفعش تغنى عن الزيت لا ما ينفعش يعني مش آآ مش هيتحمص وبعدين الزيت آآ صحي مكوش اي مشكلة سواء زيت زيتون او جوز هند جوز الهند من هنزل به اوكي واو بعدين هنزل بالذبيب قال الاراسيا ومش مشية. زي ما طركم قصة دي مو حاجة واحدة بس منهم. نقلب كل ده مع بعضه. عشان كله يشرب من طعمة بعده. وبعدين احوط المكسرات اللي عندي. اي مكسرات بس تكون نيالة. ما طبعا قوضها بتروح مع التحميص والكلام ده. بتتهدرك بقى ويعني بتبقى مجرد حجم قرمشه خلاص وما فاش اي فايدة خلاص. طبعا الزيت اللي فيها بتتخم طبعا. يعني نقص دي? طيب. هنحط اي تاني بعد كده بس والشكل بقى لزيز زي وشكل حلو قوي من غير لسه ما عناش اي حاجة اصلا يعني. هنزل بقى بالسكر الدايت وبالقرفة وبزور الكتان وبالشياء. لو مش موجودين ما فيش مشكلة. فيه ناس بتحب تحط حبة البركة. حطوا حبة البركة ما فيش مشكلة. بس انا بحبها اكتر في المغبوزات. يعني الحاجة فاهمين مغبوزات مع دي والكلام ده. فانا هستكفى بالشياء بصراحة وبزور الكتان عشان اعلي القيمة عندي. اهو. بسوشك لها. حلوة جدا. طيب. هنعمل ايه تاني? هناخد اخر حاجة عندي. الشوفان. وبتدي اقلب كويس قوي. عشان كله يدخل ربعه. اهو. بسو لازم اتأكد ان الشوفان شريب كويس قوي من العسل ومن الفلايفرز اللي انا حطتهم. من الزيت. كله بقى ايه حاجة واحدة. طبعا في الوقت ده هكون مسخانة الفرن. على درجة حرارة متين. ومجرد ما احط الجرنولة او الشوفان في الفرن. هنزل درجة الحرارة لمية وستين. واحط طبعا في النصر. اقعد اقلب فيها لغاية ما فتحمص. هنعمل ايه دلوقتي? طيب? هنعمل ايه دلوقتي? خلاص انا كده تأكدت ان هو هم وكلهم بقاهم حاجة واحدة. هعمل ايه دلوقتي? بقى صانية صانية فرن عادي بس تكون اه يعني السقف بتاعها تكون يعني ما يكونش عالي. واحط فيها ورق زبدة طبعا يكون ورق زبدة نضيف وحاجة عارفينها كويس وضمنينها. اوكي? اه مش هنحط اي بقى مادة يهنية. نستكفى بالزيت اللي جوه الوصفة. وهبتدي انزل بالجرنولة. اه ما تبقاش وبعضها. انا عايزاها تبقى جنب بعضها. يعني لو اقدر اخلي كل حباية تبقى جنب باختها. هيبقى مية مية قوي. لاني انا مش عايزاها تتحرق. وعايزا كلها تبقى سوى واحد. فاهمين قصدي? هوريكو هعمل ارزا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. بصو بوزعها. على قد ما قدر بالتساوي. مش عايزا اه حاجة تبقى فوق حاجة. اهو. بصو منزرها. طبعين طبعا الجرنولة برا بتطبع غالية جدا. قوي يعني. وحبا يعني. حبا قد اللقمة زي ما يقولوا. وفي نفس الوقت بتبقى عادي. يعني احنا ممكن نعملها في البيت. ما عرفش ان احنا بنعمل في نفسينا ونجيب حاجات غالية من برا. والحاجات كلها عندنا موجودة في البيت ومتاحة جدا. بصو اهو. انت تفاهمين بقى الفكرة ايه? بعض طب طب كده عليها. بحيس ان يتبقى كله سوى واحد. بصو شكلها. انت ناس جدا. اوكي? احطها في الفرن. بصو بقى ده شكله. الفرن اهو. ريحة طبعا بتاريت تشتغل. عادي جدا. ممكن لنقلب. مع بعضينا. كده. تقلبوا كده. كل شوية اتطلعوا كده. اهو. كده اهو. فاهمين قصدي? بقى شكلها خلاص بعد ما طلعت من الفرن يعني خدت حوالي عشرة دقايق. الفرن. اه سوى. طبعا بكل شوية. بعمل فيها كده. اقلب فيها. عشان تتحمص وكله يبقى اه سوى واحد. ما فيش اي مشكلة فيه. بصو اللون يجنش. اللون حلوة دهبي. اه ومقرمشة. بس طبعا انا مش هقدر استخدمها ولا اي حاجة دلوقتي. اللي لما تهدى خالص خالص. عشان خاطر اه اه نعمل وصفة بيها يعني او اه يعني واريكو ارمشتها وطعمها الجميل. طبعا سخنة جدا. هسي بقى تهدى بس شوية صغيرين. وبعدين هوريكو احمل فيها. كده خلاص الجرنولة بقت اه جاهزة انها قدر امسكها كده وبحس انها خلاص. بصو انا يعني مش عارفة اصفلكو يا حلوة دي. طيب اه عشان بس بيه سؤال كده جيب بالي. ممكن حد يسألهولي. انا اعرف منين ان الشوفان جاهز خلاص كده تحمص وبقى تمام تمام. اكيد يعني من صوته. الشوفانة كده الواحدة بناخدها من حس انها بتتكسر في ايدينا كده اللي هي محمصة فاهمين قصدي. تمام? طيب. هعمل اي بقى فيهم? اي بارتمان عندي. هضيف. مفوش اي مشاكل فيه خالص ولا اي حاجة متعقم. هبتدي احط في الجرنولة بتاعتي. اهو. واحفظه. بيقعد معي بالاسبوع والاثنين. ما بقاش فيه مشكلة خالص خالص. اهو. ممكن كنتوا سامعين حتى صوت اللي الحرفاشة بتاعتني الان شوفان او صوت يعني ان هو عامل صوت كده وصوت. اوكي اهو. هنعمل طبعا وصفة دي دلوقتي جميلة جدا. طبعا بينفع جدا على الفطار. واجبة متكاملة جدا. ما نتعشاش بيا يا جماعة لان برضو في حاجات كتير. هي كواجبة الفطار متكاملة. اه طبعا هنا. واجبة محترمة كمان. اوكي اهو. نخلي شوية عشان عملي وصفة دلوقتي. بطربية. اهو بصو شكلو. زال اللي بنجيبه من بره. والله العظيم بالزبط. ما يختلفش بالعكس بقى اللي بتاعه بره. اكتشفت ان فيه سكر. بيحطوا فيه سكر وحاجات عشان خطر ايه. يبدل محترس بقى بلون وبقى والحركات بتاعت الناس اللي بره دي. لك احنا بتاعمل اورجانيك زيما بيقولو. بصو شكلو. اهو. اهو. شبهة البرتمانات اللي بنجيبها من بره. وبيش قل فلاني يعني. مزن انا قلتلكو عالاسعار بتبقى عاملة ازي. اهو. تمام قدر احتبس بيه فين? احتبس بيه اه طبعا بره التلاجة. مفيش مشكلة عشان يبضل بس ايه احنا في الصيف دلوقتي مفيش مشكلة. بس يعني كبرنا اسبوع. اهو عش هتيعم بكتير اهو عشان. اوكي هنعم بدلتي وصفة حلو قوي. اه تنفعها ان شاء الله معنا في الفطار بازن الله. خليكم معي. للوقتي بقى هامل واجبة حلوة جدا للفطار. اه طريقة لزيزة يعني. زي ما اتما شايفين دول شوية الجرنولة اللي فضلوا معايا. من اللي كانوا فضلوا في الصينية يعني. البرتمانة زي ما هو. اصلا كل ما افتحه بيطلع ريحة وز هند تتجنن. وبالنسبة الناس اللي القليم من المنضوع جوز الهندة او مش بيحبوه. مش بين خلص طعم وخلنا بلكم. بدي طعم حلو جدا مريحة حلوة جدا للجرنولة. فياريت تحطوه يعني. اوكي دول الشوية اللي فضلين معايا. اوكي? ممكن اعمل ايه بقى بالشوية دول? حط عليهم شوية لبن. اه سخنين او دفين زي ما تحبو. وخلصنا كلهم زي كده او اللي هو زي الكورنفلكس. همين قصدي? بس انا هعمل حاجة تانية مختلفة النهاردة. عندي الجرنولة طبعا. وعندي آآ فراولة. وعندي كيوي اي فاكهة بتحبوها. ممكن تدفوها. آآ يمتقدوش بلانا متحطا. بس انا بحب اللي اتنين دوم مع بعض او الفراولة والكيوي مع بعض. عشان كمان بيتامين سي وطبعا تعرفين الفواد اللي فيهم عاملت ازاي. اوكي وزبادي يوناني او زبادي عادي اي زبادي تحبوه. انا بفضل اليوناني طبعا انتوا عارفين. وشيها. لو مش موجودة مفيش مشكلة ممكن نشيلها خلص من الوصفة يعني مش اي مشكلة خلصة. هنعمل ايه عشان نفطر بقى عشان بجد انا دعانة قوي. هاخد الزبادي. احط شوية زبادي. اوكي. اعون. وبعدين هنزل بالشوية الجرانولة تعطي. بس شكلها حلو ازاي. بقرمشة جدا جدا. ممكن عزان تكلوها كده يعني من غير اي حاجة خالص كمان. وهنزل بشوية زبادي تاني. اوه. وبعدين هاد مسلا نحط على الوش ايه شوية اه فراولة. ايه مسلا كيوي. حطيت بقى الفضل من الزبادي. هحط بقى على شوية الابيض الفضلين دول. شوية اه شية. يعني شوية زغرين رشة صغيرة احنا كده كده حطين اهسان في الوصفة. لو مش عندكو. مفيش مشكلة خالص. اوكي. اهو. بس اهو. ايه دي شكلها. يعني يبقى الفطار بيبقى بالمنظر ده. يبقى ايه على رأيي ناس في كده بيقولك الدايت فن. فن مش عنا عنا. بجد يعني مش حرمان مش حاجة صعبة. نقدر ناكل منها عادي جدا جدا بس يفضل تبقى في الفطار. اوكي. هنزل لكو دوقتي واريكو بقى الليرز عامل ازاي والكلام ده. ماشي. اده هو شكلها. نصو. حلوة ازاي. يلا ندوق ده عشان همجد بجعانة جدا عايز افطر. بسم الله الرحمن الرحيم. طب انا اوف كاميرا هتحكم اكتر من كده بس ايه. انا بريكو الدنيا عاملة ازاي. ممكن نحط شوية جران والله كده عن. معلقة كده. بصوا. هي عاملة زي الكورنفليكس بالزبط. طعمها طبعا حلو جدا. طبعا شكل العسل والحاجات الحلوة اللي احنا حطناها جوا دي. دي طعم مش عارفة اوصيفه حلو ازاي يعني. اوكي. ندوقها بقى. مم. مم. ماشي جدا. طعمها حلو جدا 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 جدا. جد اختراع. هخلص بقى. رجعلكو عطول. ايه السر بقى حبي في الجرانولا. حاجة جامدة جدا يا جماعة وطعمها حلوة قوي. انا قلتلكو في اخر الفيديو ان انا هسيبكو عشان هفتر. انا فترت الساعة واحدة. دلوقتي داخل الساعة. على ساعة ستة كده دلوقتي. والله العظيم ما حسب اي جوع خالص. اما حاجة لما تعملوها. وتاكلوها بألف نوشفة. تشربوا وراها مية كتير قوي قوي قوي. عشان الحاجات اللي بقى دي. تنفش بقى في المعدة كده. وتحسوا بشبع لفترة طويلة كده. نقدر ناخدها معانا في اي حتة. نسافرين في اي حتة. في اي مكان. نقدر نطلعها ونأكلها بالزبادي. بالفاكهة. باللبن. بأي حاجة. حلوة جدا وجربوها. وصدقوني هتعجبكو جدا جدا جدا. يا رب يكون حلوة انا رضى يكون عجبتكو. مسوش اللايك والشير والسبسكرايب. والفيس والانستجرام. والتيك توك. وبحبك قوي وبحبكو. سلام.